السلام عليكم اعلامي اهلاوي توقيع عقوبة مالية على كهرباء وسؤال من الزمالك اليوم كهرباء تفاجئ انه لم يبدأ اللقاء وهو كان يتوقع ان يبدأ ويكون المهاجم الاساسي في مباراة القمة وخالد بيب رأى ان اللاعب تعدى حدوده ووقع عليه عقوبة مالية اعلن المذيع الاهلاوي محمد فاروق عن توقيع النادي الاهلي عقوبة مالية على اللاعب محمود عبد المنعم كهرباء محمد فاروق اكد ان كهرباء حدث منه التجاوز كالعادة يعني بعد ان علم انه لم يبدأ اساسيا في مباراة الزمالك اول انس والبداية كمهاجم كانت للفرنسي ميوديست لذا قرر خالد بيب مدير الكرة في الاهلي معقبة اللاعب حيث تم اعتبار ما حدث منه التجاوز ووصل محمد فاروق اي لاعب لا يشارك طبيعي ان يكون حزين لكن كهرباء صوته كان عالي وهو يعترض على عدم الدفع به بصورة اساسية كهرباء تفاجئ انه لم يبدأ اللقاء وهو كان يتوقع ان يبدأ ويكون المهاجم الاساسي في مباراة القمة وخالد بيب رأى ان اللاعب تعد حدوده ووقع عليه عقوبة مالية واتم اي لاعب من حقه نقل وجهة نظرة للجهاز الفني لكن باسلوب هادئ لكن كهرباء علق بطريقة مختلفة بعد ان سمع تشكيل المباراة وعلم انه ليس ضمن التشكيلة الاساسية ويبقى سؤال هل الغرامة المليون جنيه التي سبق وتم الاعلان عنها وقعت على كهرباء بعد تجاوزه في تدريبات الاهلي غرامة اخرى نصف مليون جنيه مش فاكر ليه الحقيقة تم الاعلان عن توقيعها عليه هل تم تنفيذها وغيره 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 وكما قال الحلاة بن المقفع في ترجمته لكتابة كليلة وديمنة من تأليف الفيلسوف بايدابة من امن العقاب اساء الاداب من القائل وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم اشتركوا في القناة